اشتركوا في القناة لكن برغم ذلك إلا أن الاتحاد الافريقي لم يتراجع عن قراره وأصر على أن تلعب الدورة في بلاد الحبشة وهو البلد الذي حضره منتخبنا الوطني لأول مرة منذ الاستقلال بجيل جديد من اللاعبين يقودهم الأسطورة حسن للماص الذي كان فنان زمانه كما يقال قبل أن ندخل الدورة السادسة دعونا نتحدث عن طريقة تأهوي منتخبنا الوطني إلى البطولة بالرغم من مشاركته لأول مرة في التصفيات بعد أن تعذر على المسؤولين المشاركة في الدورة الأخيرة التي اتجرت في تونس وعد لقبها للمنتخب الغاني كما عرفنا ذلك بعد الأداء الرائع الذي تركه المنتخب الوطني في الألعاب الافريقية التي لعبت في الكونغو برازافيل عام 65 حيث حقق زملاء بروبة نتائج رائعة جدا أهلتهم من المرور إلى الدور الموالي قرر رئيس الاتحاد الجزائري أنذاكر مرحوم الدكتور محمد معوش التقدم إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم بمشاركة المنتخب الوطني في البطولة الأمر الذي أفرح كثيرا العديد من الدول الافريقية ووصف دخول الجزائر معترك الكأس بمثابة انتصار لهذه المنافسة التي ارتفع في عدد البلدان في الأدوار النهائية إلى ثمانية فبعد أن كان العدد في الدورتين الأوليتين ثلاثة ارتفع بعد ذلك إلى سبعة منتخبات ثم إلى إحدى عشر ثم أربعة عشر ثم واحد وعشرون منتخب في دورة إثيوبيا عام ثمانية وستين الأمر الذي اضطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى إجراء دورين لتحديد هوية المنتخبات الستة المؤهلة إلى أدوار النهائية خاذ المنتخب الوطني غمر التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاسي أفريقيا في إثيوبيا أربع مباريات لدى المنتخبين المالي والبوركينابي أول لقاء تصفوي للمنتخب الوطني كان في الخامس فبري عام سبعة وستين في العاصمة المالية باماكو أمام المنتخب المالي وعاد زملاء للماس من هناك بفوز ساحق ثلاثيا نظيفا وفي اللقاء الثاني أمام المنتخب البوركينابي جسد الجزائريون تفوقهم وعادوا من وقادوغو العاصمة البوركينابية بفوز رائع بهدفين لهدف الأمر الذي جعل حضوظ الجزائر كبيرة جدا لبلوغ النهائيات وهو ما حدث حيث تفوق على مالي يوم 12 مارس بهدف دونارات وعلى بوركيناباسو يوم 9 أبريل بالعاصمة الجزائرية بثلاثية مقابل هدف لينتزع الخضر لأول مرة تأشيرة المشاركة في الأدوار النهائية لكاسي فريقيا لمشكل تأهل الجزائر مفاجأة للكثيرين ممن كانوا يتابعون خطوات المنتخب الجزائري الذي كان يتشكل من لاعبين في المستوى نذكر منهم رباع شباب الوزداد مختار كلام حسن للماس عاشور والحارس محمد عبروق ولا ننسى لاعب ترجي قانما مصطفى سيريدي ولاعب مرودية وهران فريحة وهي العناصر التي أبدعت في البطولة وتركت انتباعا حسنا وقيمت بطولة كاسي الأمم الإفريقية لكرة القدم كما سبق الذكر في بداية الموضوع في عام 68 في إثيوبيا وقد شارك في هذه البطولة ثمانية منتخبات إضافة إلى ارتفاع عدد المنتخبات إلى ثمانية تقرر إعادة النظر في سيغة المنافسة يتأهل أول وثاني الفريق عن كل مجموعة إلى الدور النسب النهائي ويلعبونا بعدها بطريقة مقصية أما المنتخبات التي كان لها شرف المشاركة في هذه الدورة فهي المنتخب الإثيوبي منظم البطولة المنتخب الغاني المتوج بآخر دورة إضافة إلى متخبات الجزائر وأوغندا وكوديفور والسينيغال وكونغو كينشاسا الذي يعرف اليوم بجمهورية الكونغو الديمقراطية وكما سبقت الإشارة إلي تم تقسيم هذه المنتخبات لفوجين وكل فوج ضم أربعة منتخبات أوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي كان على رأسها المنتخب الإثيوبي منظم البطولة إضافة إلى هذا الأخير ضمت القرعة المنتخبان الإفواري والأوغندي فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من الغانا بطل الدورة الأخيرة والسينيغال ومنتخب كونغو كينشاسا والكونغو وصفت القرعة بالمتوازنة كون أقوى المنتخبات وضعت في كل مجموعة مثلا المنتخب الإفواري وضعت في المجموعة الأولى فيما وضع المنتخب السينيغالي في المجموعة الثانية أما وجود المنتخب الجزائري في مجموعة البلد المنظم والمنتخب الإفواري فقد وصف بالانتحاري ما جعل من المستحيل على منتخبنا بلوغة دور الموالي أعطيت إشارة انطلاقة البطولة السادسة يوم تنشره في عام 68 بأديسة بيبة فبعد مرسيل الحفل الذي جسد واقع القارة الإفريقية أعطى الرئيس الإثيوبي هينجيسنو هايلي مريم إشارة البداية بين منتخب بلاده إثيوبيا والمنتخب الأغاندي وكما كان منتظرا كان الفوز حريف أصحاب الأرض لكن بنتيجة ضائلة هدفين لهدف واحد المنتخب الوطني الجزائري انهزم في أول مقابلة ضد المنتخب الإفواري بثلاثية نظيفة بذلك تصدر المنتخب الإفواري المرتبة الأولى بفارق الأداب عن المنتخب الإثيوبي الذي فاز هو أيضا لم يتأثر لاعب المنتخب الوطني بقيادة المدرب الفرنسي لوسيان لوديك بالهزيمة التي تعرض لها من المنتخب الإفواري حيث أمطروا شباك المنتخب الأغاندي برباعية كاملة سجل منها لاعب شباب الوزداد حسن للماص ثلاثة أهداف فبات أول لاعب يوقع ثلاثية كاملة في مقابلة واحدة من كاسي فريقيا فيما وقع الهدف الرابع مختار كلام هذا الفوز أعد منتخبنا من بعيد للتنافس على تأشيرة العبور إلى الدور الثاني وقد كلفت خسارة المنتخب الأغاندي أمام منتخبنا خروجه من البطولة نهائيا بعد أن كان قد خسر اللقاء الأول أمام منظم البطولة إثيوبيا بهدفين لواحد اللقاء الثاني عن هذه المجموعة جمع بين إثيوبيا والكوديووا وانتهى بفوز أصحاب الأرض أيضا بهدف دون أرد برغم من بصيص الأمل الذي روض الجزائريين ببلوغ منتخبنا المربع الذهبي إثر فوزه في اللقاء الثاني على حساب المنتخب الأغاندي إلا أن ذلك الأمل تبدد عقب نهاية اللقاء الثالث الذي خضه زملاء حسن للماص أمام منظم البطولة إثيوبيا ورغم أن هذا الأخير كان قد بلغ المربع الذهبي إلا أن لاعبيه تبكّنوا من إلحاق هزيمته ثقيلة بمنتخبنا توقفت عند ثلاثية نظيفة وبذلك تأهل المنتخبان الإثيوبي والإبواري إلى الدور النسب النهائي بعد أن حل الأول في الصفل الأول بستة نقاط مقابل أربع نقاط للثاني ونقطتين للمنتخب الوطني ولا شيء للمنتخب الأغاندي وفي المجموعة الثانية حسم المنتخبان الغاني وكونغو قشاصة ورقة عبورهما إلى المربع الذهبي بعد فوز الأول على منتخب جمهورية الكونغو بثلاثية مقابل هدف شهدت البطولة تسجيل رقم قياسي في عدد الأهداف اثنين وخمسون هدفاً ورقم لم يسبق وأنسو الجنة من قبل شكراً لكم على كرم الاستماع نلتقي في بودكاست آخر لنتحدث عن مشاركات أخرى للمنتخب الوطني الجزائري في كوسي أفريقيا وكانت أول كأس للمنتخب الوطني الجزائري بالرغم من أقصاء المنتخب الجزائري في الدور الأول إلا أن لجنة المنافسة اختارت الجزائري حسن للماص لمن قائمة حسين اللاعبين في البطولة شكراً جزيلاً لكم نلتقي في خلقة قادمة إلى اللقاء